في هذه الأثناء يتم تشيع جثمان الشهيد محمد الجندي الذي يبلغ من العمر الثمانية وثلاثين عاما استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز النفق في منطقة قريبة عند منزله هناك بين مدينتي القدس وبيت لحم أعدموه بدم بارد وهو من سكان مدينة يطا جنوب الخليل أحضر جثمانه من بيت لحم إلى الخليل وبالتالي الآن يتم تشيع جثمانه في جنازة مهيبة شارك فيها ألاف الفلسطينيين هنا في مدينة يطا وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عملية اقتحاماته واعتقالاته وكذلك إطلاق النار على الفلسطينيين حيث وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في أضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى قرابة ثلاثمائة وخمسة عشر شهيدا وكذلك منذ بداية العام الفين وثلاثة وعشرين وهو الذي يعد الأكثر الدموية إلى قرابة خمسمائة وعشرين شهيدا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين هناك اقتحامات واعتقالات في المدن الفلسطينية تحديدا في أضفة الغربية ما زالت المدن مغلقة بالسواتر الترابية المكعبات الإسمنتية وكذلك المقصات الحديدية في سياسة تندرج أو تتبعها إسرائيل وهي سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين رائد الشريف الغد من مدينة يطة جنوب الخليل فلسطين